قالوا مالادي كرونيك ولكن أنا كدرت الأبحاث التوعي كاين دواء تاعه وما خلقه بيداعين إلا وخلق له دواء كاين علاج لمرضي كاين علاج نهائيا وشنه هو العلاج كاين علاج تاعه يصفوا لك الدم يدولك ديفاكسن احنا ما زال ملحكونا شهات سوالح كيف مستشفى أمريكا بتركيا تصلت في الخارج تصلت بالخارج تصلت بفرنسا وإسبانيا وألمانيا ولكن المبلغ جاني كتير بزاف عندك فواتير ربما وش حال ربما نسبة شفاء منه من احياني ربما كاين بزات مصابل مستشفى في أمريكا في تركيا في اسطنبول تشفى منه تسعين بالمئة جيد إذا كان تسعين بالمئة هي عملية جراحية عملية تصفية الدم تصفية ويدلولك ديفاكسن في العطم في كل شقاء سوف يدغوما كان في يوريس يكتلوه لك أغابوغ للدول يلك تشربح لكل حاجة رفض نعم شكرا جزيلا انت المبلغ ما عندكش المبلغ المالي 27 ألف دولار حوالي 500 مليون سنتين حوالي 500 مليون سنتين و500 مليون على مواطن جزائي وشنا 500 مليون أنا أدعو اسمح لي يا أخي انتا يقت أنا فنان أنا أدعو كل الفنانين في الجزائر باش يبدأوا حملة لهذا رجل باش يعادل 500 مليون 500 مليون يوالو يعني بعض الفنانين قام بضو أو ضووين الدافئة هم اللي يأسوا شمالايا شكونا هم الفنانين يبقى ما تصل بك ووقف معاك لو كان بالكلمة طيبة فقط كائن عبدالقادر عداد أمجاد صاحب هوري بوضو الله يرحمه وجرى معايا مسكين ووقف معايا كان بغي يفوت معايا في واحد الحصة ولكن ذلك الحصة تأجلت ما تفكيش مصطفى لأنه إن شاء الله جيت لبرنامجنا الحمد لله كثير من الناس يتابعوه وكثير من الناس أكيد يضامنوا معاك ومع قضيتك إن شاء الله ربما أكيد حين يساعدوك إن شاء الله وكذا لسهلنا عبدالك تحصل المبلغ خمسمائة مليون إن شاء الله يا رب لإجراء هذه العمليات الجراحية مطفى الكاميرا أمامك وجه نداء ديالك إذا فيه ربما ليقدروا يساعدوك والله بسرحة شبه يقولك شيخ نداءك أنت في مكان والله نداءنا يعني وشي قد شوف إنسان تفخوك يبكي يعني أمامك وله ثلاث أطفال وزوجة صابرة معه وهذه بالية نزلت بها كان ممكن أيما إنسان يبتلى سوى يذهب إلى الحجام أو يذهب إلى الحلاق أو يعني يستعمل أدوات قديمة كان ممكن يمرض هذا رجل شريف يعني أو مريض مدى بنا أهل الخير والإحسان كلنا نشترك يعني كل واحد يبعث وشي يخدر حتى لا يمولوا مبلغ خمسمائة مليون إن شاء الله أخي مصطفة حبيل سيكسيك انتايا جاك السيداء عن طريق حجامة ولكن كاين بالزافة ويجيهم السيداء عن طريق بويوت الفساد أنت تعرف هذا على بالك والسيداء على شهرته وسيئة في العالم بيأسه لأن أغلب الناس يظن بليك يقول السيداء مع أنت بويوت فساد هذا ملف خطير الآن تقولي الدولة تعطينا تشكك باطل يوم ما تعطينا تشكك باطل أخل قلنا هذا بويوت الفساد بويوت الحجامة الغير مؤخصة وكل هذه أسباب الفساد في المجتمع إن شاء الله مصطفى ربي يكون معاك وربي يشافيك إن شاء الله إن شاء الله كل واحد شافك ويقدر يعاونك إن شاء الله لن يبخل على ذلك إن شاء الله يتعصد بك من أجل المساعدة يا رب